قاسيا وثقيلا مر عام 2020 على الشعب الفلسطيني بعدما حمل خططا كارثية بصناعة أمريكية صهيونية بهدف تصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية كان على رأسها صفقة القرن المزعومة وقبيل أن يزدل العام الحليس تاره فقد كان شاهدا على واقع التطبيع العربي المتصاعد مع الاحتلال لم تكن بداية 2020 مبشرة على المستوى الفلسطيني ففي الثامن والعشرين من يناير أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة السلام للشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن وهي الخطة التي واجهت معارضة شديدة على المستوى الشعبي والرسمي في العديد من دول العالم وفي الخامس من أذار مارس الماضي وصل فيروس كورونا لأول مرة إلى فلسطين بعد زيارة وفد سياحي لمدينة بيت لحم وشهد العام 2020 إعلان حكومة بن يمين نتنياهو خطة أخرى لضم أجزاء واسعة من الضفة لسيادة دولة الاحتلال الصهيوني وتسارعا ملحوظا في الخطة الاستطانية كما يعد العام 2020 الأكثر انتهاكا بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية وسط تخوفات من تفشي فيروس كورونا بين الأسرى وعرف العام الحالي أزمة مالية خانقة تمثلت في توجه وكالة الأنروا لتقليص خدماتها المقدمة للاجئين حيث بلغت قيمة العجز لهذا العام حوالي 115 مليون دولار فضلا عن الوضع الاقتصادي الكارثي المتفاقم في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار الصهيوني وسجل العام 2020 مسارا قاتما لقطار التطبيع العربي مع العدو الصهيوني حيث انضمت إليه أربع دول هي المغرب والإمارات والبحرين والسودان ما شكل ضربة قوية للقضية الفلسطينية وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية فقد انتهى عام 2020 بتعثر جهود المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس بعد اجتماع استثنائي في بيروت بسبب اختلافهما على آلية إجراء الانتخابات العامة وتوقيتها أما على الصعيد الميداني في غزة فقد شهد عام 2020 هدوءا نسبيا مقارنة بالأعوام السابقة إلا أن العام الحالي شهد موجات محدودة من القصف المتبادل